شكرا على الدعم الله يسعدكم جميعا تشوف شكرا يا اكيف شكرا حبيب الله يسعدك فالبوت موجود وان شاء الله ما رح يقصر معاكم وحاولوا انكم تجمعوا النقاط عشان تقدر تستبدلوها في جوائز اسطورية طبعا الجوائز حاليا بعرف انه جوائز اللي بالمتجر ما هيج جوائز كتير كبيرة فقط ميت جوهرة وفقط كودين ولكن في عندي مشكلة في المتجر مش قادر اضيف اشياء اكتر اليوم ان شاء الله رح حاول ان اضيف اشياء اكتر وراح يكون في جوائز اسطورية هذا هو احمد حبيبي الله يسعدك يا رب ويلي ويلي على البوت شوف سريع 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 ما بيخلي حدا ما بيرد عليه سريع الله يسعدكم جميعا منورين كم نقطة لازم تحصل كم نقطة عندي لا يا قلبي مش كم نقطة عندي لازم اشط اشارة تعجب وبعدها تكتب هو بيرد علي كيك يعني شوفوا مثل ما انا رح اكتب لحظة ده بقدر اوقف الشات مثلا رح اوقف الشات بوريكم شيء مثلا انا بكتب الان نقطة تعجب شوفوا البوتش بيرد علي الان واحدة شوفوا في ناس حالي يصار عندها 15 بوينت خلينا نقول في ناس مجمع كثير وعلي عمر يجي يصفر النقاط لا ما رح يكون في ظلم يعني ما رح ينظلم حدا بهذا الموضوع قبل ما اصفر البوينت رح اجي للتوب خمسين شخص التوب خمسين اكتر خمسين شخص مجمعين بوينت اكتر خمسين شخص مجمعين بوينت رح يكون لأنهم كل واحد جائزة بمية جوهرة او ممكن خلينا نقول توب وان توب تو توب تري ياخدوا كل واحد خمسمية جوهرة والباقي كل واحد ياخد مية جوهرة أو شي مثل هات وبعدها رح تتصفر النقاط وبعدها بنبدأ في جمع النقاط من أول بجديد يعني ما رح يكون في ظلم بالموضوع إذا كنت أنت من توب خمسين وجمعت نقاط كتير وقربت أنك أنت تحصل على جائزة ما رح يجي علي عمر أكيد يصفر النقاط ويضيع عليك البوينت اللي أنت جمعتها لا إذا كان البوينت تبعك عالي توب خمسين رح يأخذوا كل واحد جائزة وبعدها رح تتصفر النقاط فركزوا على هذا الموضوع يعني النقاط ما رح تضل طول العمر هيك موجودة كل ستين يوم تتصفر النقاط وترجع النقاط من الصفر ولكن قبل ما أصفر النقاط رح أشوف التوب خمسين أكتر خمسين شخص مجمعين نقاط ورح أعطيهم مكافآت فهمتوا عليه كيف كل واحد رح يأخذ مية جوهرة وكل واحد رح يأخذ هدية وبعدها رح تصفر البوينت من أول وجديد فلذلك الله يرضى عليكم جميعا منهورين هذا البت المباشر الموضوع هذا أنا عملته بصراحة لسبب شوفوا في عندي كتير أشياء أنا ممكن كنت أقدر أعملها في المتجر أشياء تكون خبيطة شوي ولكن أنا ما حبت عمل معاكم بخباتها أقدر أنه أنا أخلي الشخص اللي يدعم اللي يعمل دونيشن يحصل على النقاط كتير مثلا أقدر أتحكم بهذا الأشي تمام خلينا نروح لعند مثلا هالنقاط أقدر أنه أنا أعمل النقاط أي أنا عامل بس للمشاهدة تشاهد خمسة دقائر تحصل على خمسة نقاط الأعدادات وحط لكم أنه اللي يدعم اللي يعمل دونيشن ياخد نقاط كتير ولكن أنا ما أحب هذا الموضوع أبدا ما أعمل هذه الأشياء حتى موضوع الفولو تحب تعمل لي فولو من عندك بارك الله فيك ما تحب تعمل لي فولو أنت حر ما أجبرك أنك تعمل لي فولو وأقول أوكي يلا اللي بيعمل لي فولو رح يحصل على النقاط لا النقاط فقط